دراما ولا سينما؟ وفي جملة قلتها في أول الحلقة مش ممكن أفوتها كده قلتلي المخرج شريفة عرفة هو اللي صالحني مع السينما فما قدرتش أفوتها كده؟ دراما ولا سينما؟ ما بقاش في فكرة يعني هنقول زمان كان السينما التاريخ كله دلوتي بقى تاريخ ويظل تظل السينما تاريخ بس الدراما مهمة ولكن السينما كانت أنا من عشاء السينما بحب السينما أو بحب المصرحة فإن أنا بقى أشتغل مع الأستاذ شريف عرفة ده موضوع كبير بقى قلتلك جملة بقى أخلص تصويرهم روح هو اللي كان قاعد بيتكلم معاه وهذر معاه ده الأستاذ شريف عرفة اللي اشتغل مع الأستاذ عدليمية مشتغل مع الأستاذ أحمد الزاكب اللي عمل أعمال عظيمة تاريخ سينما يعني هنقول لو فيه مئة فيلم من أعظم مئة فيلم في مصر هتلاقي الأستاذ شريف عرفة ليه فيهم ثلاثة أربعية طبعا طبعا فإحنا بنتكلم في قيمة فنية عظيمة جدا كنت متوقعه كده يا جمعة لما شفته يعني قبل أن تشوفه لما قالك فيلم مر مثلا تعالى لو عايزة قبلك أول جملة قلتها للمخرج الكبير شريف عرفك ايه والله أنا ملحقتش هو اللي قالك خطفك لا 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 هو الأستاذ شريف عملي جدا ومنظم جدا وموعيد فأنا أصلا زعلت أول موابل لأنه تقريبا دخل سلم علي وقال لنا متابعك وشايف الحكاية كويسة وبالتوفيق إن شاء الله وشد حلك وسبني ومشي فأنا لسه هقوق مع المطاقش وبعدين هو ليه هيبل أستاذ شريف خرست طبعا ما كنتش عارفة أنطق ولا أقول له أي حاجة وبعدين فجأت بقى عزة بيقول لي بقى أحمد عزة بيقول لي ماش فاهم برضو في الممر ما كنت في لندن واتفقنا وبالمعاد ويوم كذا الساعة سبعة وقال لي فرحت قوي إن وداني سبعة الصبح معاد أنا باصحم الفجر وبتاعه فباحترم فكرة المعيد بتاعة الصبح دي ومش عارف ايه قال لي روحت دخلت الساعة سبعة الساعة سبعة وربع قال لي يلا شد حيلك يا أحمد فأنا عدت معا ربع ساعة قلت له طب الحمد لله ده أنا كده عظيم جدا يعني انت وطل الفيلم والموضوع واعد معاك ربع ساعة أنا ما كملناش ثلاث دقائق كويس جدا أنا خدت حقي ومرض يعني بس هو الأستاذ شريف طول الوقت يعني مش فكرة إن إحنا نقعد مع بعض ربع ساعة أو خمس ديار هو طول الوقت مهتم بينا وطول الوقت مركز طول الوقت شايف الفيلم ساعة شريف عرفق بيقعد كده بيشوف الفيلم بيشوف هاي الفيلم ده هيخلص إزاي تاني تجربة معاه الجريمة اللي بيتصور دلوقت تالت تجربة تالت تجربة معاه في الجريمة تاني تجربة دي في شرف في الفيلم بتاع الإنس والنمس اللي هيني دي لسه منزلج انت مستنيه برضو أطعب مستني ده مفوت في العيد على فكرة لسه مش في العيد تاني تجربة الإنس والنمس مع محمد هنيدي وتالت تجربة مع أحمد عز ومنا شلبي معاكم مجموعة كبيرة جدا منا وماجد الكدواني والأستاذ راد الخوري والأستاذ سيد رجب فلا كست عظيمة مش عايز تقولنا على أي حاجة عمدورك في الفيلم لأ هقول ليه طيب هو غفير يعني غفير غفير على شلية كده عند عزي أو عند الشخصية اللي بعمل عزي بس أقدر أقولك إن المفاجأة في الفيلم ده الحقيقية هتبقى أحمد عزي مختلف لا مش مبهر أنا بصراحة يعني وأنا بشتغل يعني ما بقيتش متخيل لدرجة إن أنا قلت له أرجوك بعد أن تخلص الفيلم ده أنت محتاج أجازة تفصل إن الشخصية سايكو وموضوع صعب جهو مركز بشكل غير طبيعي فأنا كنت خايف عليه وعملت دور بحرفية شديدة جدا وبصدق شديد جدا فربنا أستر بس فعلا من شطارة عز إن هو بينقل من فكرة الجان والأكشن وبتاعه لتمثيل في منطقة عظيمة جدا أكتر دور شبهك شبه محمد جمعة الإنسان مش الممثل قاسر قاسر في فيوم وليل أنا حسيت كده برضو قاسر شبهك جدا اللي هو بيحب المسرح وخريج مسرح وبيحب خشبة المسرح آه جدا عندها أقرب حاجة لأنا شخصي طيب لو دلاتي جبت لك الفانوس السحري وقلت لك شبهك لبيك ونفسك في حاجة هتتحق إيه اللي نفسك فيه دلوقتي نفسي فيه دلوقتي حالا يعني؟ شبهك لبيك عموما عموما اللي نفسك فيه دلوقتي لو انت جاي لك دلوقتي بيقوله البنورة ولا مش عارف ايه وقلت شبهك لبيك طبعا انت نفسك الزمالي كيكسب طبعا ده ميدو على الميكسر هتشاركنا مش كده؟ اه نفسه الزمالي كيكسب يسرع وحش يعني بمعنى اصح واتمنى فعلا بس ده مش عارف ده الفانوس السحري ما عرفش اعماله شبهك لبيك مش عارف يعماله ما عرفش اعماله ده يعني يعني الحمد لله انا في حالة من الرضا ومع الحمد لله عظيمة جدا اتمنى ان حالة الرضا دي تظل تستمر تحافظ عليها اوعد ضياحة لان هي دي والله بحاول بقدر الامكان انا افضل طول الوقت في حالة رضا السعادة الحقيقية في الرضا الحمد لله لو قلتلك دلوقتي نوع الناس اللي بتحب تبعد عنها ببعد عن الناس اللي بتحبهمش اللي مركزين مع السوشال ميديا اللي مركزين مع الترندات مش السوشال ما كل الان نازم مركز مع السوشال طبعا لان هي لغة العصر بس الترند بيوصلني لمرحلة ان انا بكون انسان سافل او انسان قليل ادب وما اسهل ان انت تكون قليل ادب فتبقى ترند انما الشطارة والقوة والعظمة ان انت تبقى ترند وانت محترم اشكرك اشكرك على اللي انت بتقوله ده بجد شكرا عايز اسألك هنا تاني مين بيدحك محمد جمع اي حد دمه خفيف بيدحكني انا فيه شاب بلطيف جدا لسه ما اعمل له فولو من كام يوم على الفيسبوك بيعمل ريفيوز للمسلسلات دحكني بجد ما قدرتش عايزبني جدا فعملت له فولو فلقيته داخل بيقولنا مش مصدق ان انت عملي فولو تقول لا اما مش معنى كده حدرتك انت ملكش علاقة انا حر انا عايزه اه اصدا ملوش دعوة اعمل لأنت عايزه بس بشرط واحد لو هتسف علي زي ما بتسف قول افه عليا دحكني هتقول افه اوحش هزع عليك مش هتدحكني مش عايزه فراح كاتب بوست النازل الصلطة قال لي نفسي شوفك مرة بتضحك على الناس الاغراف برضي صعبان علىي قوي نفسي شوفك مرة بتضحك مين صلاة انت جاهد اصلا.